التعليم التعليم اعتقد انه من اهم الملفات ومن اكتر الملفات اللي بتحمل مشاكل كتير جدا كتير جدا اتكلمنا في التعليم وكتير جدا اتكلمنا عن مشاكل المعلمين ومشاكل الطلبة ومشاكل اولياء الامور اضربات المعلمين واحتجاجاتهم التي يعني حقيقة ما بتقفش وعندهم مشاكل ولازم تتحل ايام قليلة وهنستقبل العام الدراسي الجديد افتكر انه ما فيش بلد في العالم كله بتتطور ولا بتتقدم بدون ما يكون ملف التعليم ملف مخدوم بشكل كويس جدا وحقيقي ملف يعني الكل بصص عليه الكل يعني الحكومة المختصة في انها تكون مهتمة بكل الملفات اللي بتعني النهضة الحقيقية التطور والتقدم في الاخر اللي بيدفع التمن هو الطالب طبعا في البداية اولياء الامور بعد كده المعلم اللي عنده مشاكل كتيرة جدا ولي من حقنا عليه ان احنا نحل هاله من حقه علينا ان احنا نحل هاله وبالتالي الوطن لانه ما فيش وطن بيتقدم ولا بيتطور من غير تعليم مشاكل كتير جدا واحتجاجات المعلمين واضرباتهم وقت تحراتكم متابعين في الايام اللي فاتت والحد النهاردة ايه اللي حاصل هنتكلم بالتفصيل عن مشاكل التعليم وعن الملف ده مع دكتور كمال مغيس وهو الباحث التربوي بمركز البحوث سبع الخير يا سيد جمال كمال اسفة اهلا بحراتك معنا النهاردة وفي البداية خلينا نعرف ايه هي مطالب المعلمين المعلمون لهم مطالب عديدة اللي احب اكد عليه في الاول ان هذه المطالب ليست مطالب فئوية وليست مطالب خاصة ولكنها مطالب قومية ووطنية في الاساس وانا اتفق مع حضرتك ان مشكلة التعليم ليست فقط مشكلة تلميز او مشكلة معلمين او مشكلة اولياء امور ولكنها مشكلة مستقبل ومشكلة وطن لم تعد دولة تستطيع ان تعيش في هذا العصر بدون علم وبدون تعليم مطالب المعلمين متعددة اول هذه المطالب هي رفع الحد الادنى للاجور بالنسبة للمعلمين الى 3000 جنيه وانا من وجهة نظري ان هذا اجر اقل من العادل ولا يتناسب مش حول مع مستقبل التعليم ومستقبل الحياة والاسعار الموجودة دلوقتي ولكنه حتى لا يتناسب مع عماضينا وانا اعرف ان مرتب المعلم كان سنة سبعين اللي حاصل على باكالوريوس او لسانس كان بيحصل على 17 جنيه كاول تعيين لي في الحكومة اول مرتب في وقت كان جرام الدهب ب83 ارش فمعنى كده ان كان مرتبه يقدر يجيب 23 جرام دهب عيار 18 يعني كان مرتبه يقترب من 6000 جنيه هذا اذا شئنا ان يكون هناك تعليم وطبعا ممكن حضرتك تقولي لي طيب ما هي المحكمة حكمة بان الحد الادنى للاجر 1200 جنيه لكن احنا بنطالب ب3000 جنيه لانه ليس غريبا وليست مشكلة ان الواحد يكون دكتور في مستشفى حكومي الصبح ويروح عياته بالليل ما ده بوضع طبيعي وانا كنت نرجي في مستشفى حكومي واشتغل في عيادة خاصة او مستشفى خاصة بالليل او ان اكون موظف كتابي في الاوقاف وبعد كده اشتغل في السوبر ماركت بتاعي انا واخواتي هذا ليس مشكلة لكن نحن نريد صيانة المعلم والحفاظ على مكانته والحفاظ على هبته وتفرغه بشكل كامل لعلمي بطبيعته كل يوم فيه جديد اذا احنا حبين وبعدين مش عايز حد ييجي يقول بقى طيب ما هو انت تضمن منين انه نديده 3000 جنيه وبرضه دروس خلصية تشتغل وكده لانه فيه عقد في حاجات اسمها عقود وانا اقدر اعمل في قرار القيام بالعمل ان اتعاهد بان لا اعطي دروس خصوصية ويقدروا من القانونيين والنقابيين يحطوا ضوابط علشان اثبت اذا كنت اديتي دروس خصوصية او ما اديتيش ولو قلتلي طب في عيال عايزين برضو تأوية نقدر نزبطها بشكل تربوي وقانوني وعلمي وبالتنسيق مع المدارس المختصة بالمعلمين هذا ما يحدث في كل دول العالم وكل النظوم التعليمية اللي احنا نعرفها ونسق فيها طبعا طبعا قدرات الطلبة بتختلف ومن حق كل طالب انه يكون عنده حاجة اذا هو مقتدر او اذا هو قادر ولكن تتم بشكل قانوني زي محرطك بتقول ممكن بالتنسيق مع المدارس ممكن بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ليه حلول كتير يعني اعتقد ثاني مطلب من المطالب توحيد المعاملة احنا عندنا انواع عديدة من المعلمين عندنا معلمين الحكومة عندنا معلمين الفصل الواحد عندنا معلمين الازهر عندنا معلمين المدارس الخاصة عندنا معلمين المعاهد المدارس القومية لهمش قواعد واحدة أنت هنا بشكله وهنا بشكله يتطبق الكادر وهنا ما يتطبقش الكادر هنا تبدأي بمرتب كذا هنا ما تبدأيش مدارس خاصة يعني في الحقيقة فساد أنا ما شفتش أنا بسمع من الشباب المدرسين أولادي وتلاميذي أنه مثلا ما يبدوش ثلاث شهور إزاي يعني أنا ما هأكل ولادي إيه ثلاث شهور دولا يقولك أنت من يونيا لغاية أغسطس ما لكش مرتب يمكن أن الناس أساس كمال لما تسمع أن المعلمين في المدرس الخاصة عندهم مشاكل تستغرد تقولك طبعا المدرس الخاصة أنت ليه عندك مشكلة وانت بتدرس أو انت معلم في المدرسة خاصة ما أنت أكيد بتيبط كويس وأكيد أجرك أعلى من الأجر اللي بي صحيح لأنه حقيقي فعلا أنه في المدرسة الخاصة عندهم مشاكل يمكن أكتر من الحكومية فيه ناس في المدرسة الخاصة بيتعاقدوا ب120 جنيه وفيه ناس في المدرسة الخاصة بيمضم على 400 جنيه وياخده 200 جنيه وفيه ناس في المدارس الخاصة بيبقى فيه شتين للمرتبات واحد بالرصاص واقعي وواحد بالجاف علشان لو جاء التفتيش أو بهذا الشكل يعني المدارس الخاصة فيها فساد كبير وللأسف الشديد المفروض أن هذه المدارس حسب القرار الوزاري 306 لسنة 1993 اللي بينظم عمل المدارس الخاصة المفروض أنها تخضع للإشراف المالي والإداري لوزارة التعليم ولكن ممكن يتكفل الفساد بأن كل الأمور تمشي هذا واحد من المطالب توحيد المعاملة توحيد المسمى الوظيفي عندنا مطالب تانية أن نحافظ على المرتب الأخير للمعلم ما ينفعش أنا في آخر أيامي دلوقتي أخذ 2400 أو 2500 جنيه ولما أطلع معاش ويبدأ أعيا وأروح لدكتور أخذ 800 جنيه و900 جنيه فأي منطق ده بيتم فأي دولة بيتم ده أنا خلاص ده بقى مستوايا وبقى تعيشتي بهذا الشكل وأنا بقول لحضرتك نحن ولا نطالب ببدعة ولا حاجة مختلفة عندنا مطلب زو طبيعة قومية تماما إحنا اللي بيتصرف على التعليم من الإنفاق الحكومي 8% أنا بكلم عن التعليم قبل الجامعة 8% نحن نريد أن ترتفع هذه النسبة إلى 20% في ماليزيا خلوها أكتر من 20% وحصنوها بالدستور عشان ما تجيش حكومة تقول لا الناس تعلم ولادها أو تغير في أي حلقة بهذا الشكل بهذا الشكل إحنا الطالب عندنا نصيبه من الإنفاق في السنة 2000 جنيه في إسرائيل 18 ألف جنيه 3000 دولار إذا كنا عايزين تعليم حقيق عندنا يعني فيك ربما تسألين حضرتك طب ما الدكتور مرسي قال خلاص هنديكم الكادر 100% من الأساسي على أساس 50% في أكتوبر و50% في يناير وأنا أظن أن هذا وعد مثل وعود الإخوان الكاذبة الكثيرة أعظريني أنا آسف في التعبير الإخوان من ساعة ما جم فين حق الشهداء فين استرداد الأموال فين المصابين اللي بنشوفهم كل يوم على التلفزيون وحالتهم تقطع القلب هذا ما أعلنه الدكتور مرسي في مدان التحرير قدام الناس ودلوقتي كل هم الإخوان أخوانة الدولة وأنا أسق وأقول أنا مش بقول ألفظ على عواهنها أنا باحث وحريص على أن كلام يكون موضوع ويكون موصف ففين اللي حصل ده الدكتور مرسي عشان يكون الكلام وقيا الدكتور مرسي ألحديكم 100% من الأساس 50% دلوقتي على ألة تتحمل ميزانية الدولة أعباء جديدة وميزانية الوزارة هي التي تقوم بالأعباء أنا أحب أقول لحضرتك عشان يبني أن هذا كلام ليس له معنى وإحنا المعلمين وقفوا هذه الوقفة لو تذكر حضرتك السنة اللي فاتت وبرضو وعود وعصام شرف الذي أطالب بمحاكمته وأرجو أن المحامين المحترمين يأيدوني في محاكمة عصام شرف لأنه ضيع على الثورة سنة كاملة كان مجرد مطية للمجلس العسكري الذي ينبغي أن يحكمه أيضا لكن خلينا ده على جنب إحنا المرتب الأساسي الأول للمدرس المساعد 219 جنيه الأقصى أساسي للموظة المدرس بعدما يقضي 35 سنة في التعليم مثلا بيبقى 650 جنيه إذا خدنا متوسط الاثنين حيطلع 435 جنيه أنا بقول ده لأن أنا معلم في الأساس ولأن أنا منضم لنقابات المعلمين المستقلة ولأننا بتبنى هذه المطالب يبقى متوسط الاثنين 435 جنيه لدينا في وزارة التعليم بين المعلم والمدير والعامل والإداري مليون و421 ألف المليون و421 ألف عايزين أكتر من 600 مليون جنيه في الشهر بكلام الدكتور مرسي يعني عايزين 7 مليار جنيه هتجيبهم وزارة التعليم منين لما الدكتور مرسي يقول على ألا تتحمل ميزانية الدولة شيء والوزارة ضبره فين بيكلمي يعني سيادتك عندك بارجت لبيتك وفاري من الملابس وزودي في الأكل وفاري من الأكل وبلاش الفوس يعني جوّل بيت ما تطلبش من بابا ولا من حد برا هو ده الموجود هو ده الموجود وده مستحيل ووزير التعليم أقصى حاجة أنه قال وأنا أسقن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم يعني عنده ضمير ومخلص ولكن الموضوع يتجاوز وزارة وزير التعليم قال أنا عندي يعني شوفي مطلوب حسب تصريح الدكتور مرسي سبعة مليار جنيه في السنة وزير التعليم قال عندي مليار واحد بس بالحسبة اللي أنا حسبتها دلوقتي المليار ده ما يكفيش شهرين اثنين شهرين اثنين هذا الوضع هم لعيبة بيلعبوا بالناس وبيقولوا أي كلام وما فيش معنى المهم إيه مفضهم وخلاص المدرسين مصممين على مطالبهم مصممين على إصلاح نقابة المعلمين ودي مش أول مرة أستاذ كمالي يعني مش أول مرة يتظهروا مش أول مرة يحتجوا مش أول مرة يضربوا عن العمل مش أول مرة فده ندل فبيدل على أنهم أصحاب حق بندل فبيدل على أننا لازم نلبي مطالبهم يعني أبسط حقوقهم أن مطالبهم تتحقق أستاذة أنا زي ما أنا بقول لحضرتك كده أنه كان مرتب المعلم يعادل في السبعينات ستة الاف جنيه هذا إذا أردت أن يكون هناك تعليم وأن يكون هناك معايير وأن يكون هناك مدرس محترم هل تحبي لابنك والبنتك أن المدرس يشوفه الصبح في الفصل وبالليل يلاقيه واقف بيعمل شايع في نصب على قهوة أو بيواقف على عربيت كبده أو واقف بيعمل سندوت شادفل وطعمية طبعا مع الاحترام لكل المهن اللي حررتك بتقولها طبعا كل الاحترام بس همين يعني ده معلم خلينا يكون إيه حالة الغضب عند المعلمين دي خلينا نتكلم عن نقابة نقابة المعلمين أين دور نقابة المعلمين يعني خلينا نأخذها خطو خطو لحد ما نوصل للوزارة نقابة المعلمين هي مش أكبر نقابة في مصر تقريبا أدي جميع النقابات المهنية كيف أن تعلمين نقابة الصحفيين فيها من 6 إلى 7000 صحفي منتسبين حوالي 1500 وعاملين حوالي 5000 هذه نقابة الصحفيين نقابة المعلمين فيها مليون و400 ألف ومع هذا أنت لا تسمعي لها صوت في الخناء في مشكلة في معلم هو النقيب دكتور أحمد الحلواني مضبوط وينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أيضا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين فلأن الدولة عارفة أن نقابة المعلمين هي أخطر وأهم وأقوى والنقابة الوحيدة التي موجودة في جميع البيوت المصرية إما يكون لك في بيتك مدرس إما يكون في بيتك تلميز ما فيهش بيت ما فيهوش اللي اتنين دول وبالتالي فهي موجودة في كل البيوت المصرية وعلشان كده الدولة كانت طول الوقت خايفة منهم وعلشان كده الدولة حرصت على أن يظل نقيب المعلمين هو وزير التعليم فالمفروض أن النقابة دي بتحافظ على المهنة ومصالح المهنة في مواجهة الحكومة لكن إحنا حكوماتنا منذ إنشاء نقابة المعلمين سنة 1955 وأصبح كمال الدين حسين الصغر كمال الدين حسين وزير التعليم هو نقيب المعلمين وجه بعده السيد يوسف المهمة كانت الدولة حرصة على أن يظل نقيب المعلمين هو الوزير بمعنى أنه يبقى ما فيهش حتتكتم كل حاجة وما فيهش حاجة حتتحرك طيب إذا تعارض فكرة أن يكون الوزير نقيبا للمعلمين زي مثلا أيام الدكتور حسين كامل بهاء الدين هو طبيب ونقيب أطباء وفي نقابة الأطباء فما ينفعش يكون في نقابة المعلمين يفضل الوزير السابق المرحوم المهزب الدكتور بصفة كمال حلمي عشر وعشرين سنة ولا حد بيسأل هو المفروض له مدة ولا مدتين وتحولت النقابة في النهاية إلى بؤرة من الفساد بؤرة من الصمت هل تعلمي على سبيل المثال حضرتك أنه في آخر عهد المسجون المتهم مبارك يدخل موظف كبير لأنه مدرس أهان ابنه اللي عنده عشر سنين قال له وقف ارفع ايدك ما عرفش كلام الودي قال له نابن مين بتاعه قال له ماكش كلام من ده فجب ميكروباس فيه خمستاشر بلطاجي أفلوا المدرسة أثناء الطبور ودخل الأستاذ علشان يضرب المدرس في الطبور أمام التلاميذ هل تعرف حضا كان أيام يسر الجمل هل تعرف أن الوزير ما طلعش بيان ما راحش يزار المدرسة ما استقبلش المدرس ما أعلنش احتجاجه وانتهي الأمر أنك لو سألتي مديرة الإدارة تقوله والله الموضوع بقى في ايد النيابة كما لو كان معزة اتسرقت من الطريق طيب خلينا نتكلم عن الوزير الحالي ببقى أن حراتك أشرت إلى الوزير نتكلم عن الوزير الحالي وهو إبراهيم هنيم وهو أيضا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وبعض المعلمين الحقيقة بيحتاجوا على أنه موقفه غير واضح يعني السؤال بيقول أنه هل لو وزير التربية والتعليم الحالي كان بينتمي إلى أي حزب آخر أو إلى أي جماعة أخرى أو إذا لم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين تتوقع أنه سيكون لي نفس الموقف؟ يعني أنا في الحقيقة الوزراء هم وزراء ونحن في وضع مختلف بس خلينا أبدأ الأول بأن حييه الدكتور إبراهيم هنيم هو يعني أنا بعتبره صديق وأنا أعرفه ولكن الأمر واصق أنه نيته صديقة واصق أنه مخلص واصق أنه يعني لا يقترب من الفساد بأي شكل من الأشكال وهو إنسان شريف وإنسان حر أشهد له بهذا من خلال معرفتي لي كأستاذ جميعي لغاية دلوقتي في الوزارة كمان وحليف هو لكل الشرفاء بدون شك هذا أعتقده وأراه وأنا أعدت معه أكثر من مرة ولكن المشكلة أنه قضية التعليم ليست قضية وزير ولا قضية وزارة هي قضية إرادة سياسية ورؤية مستقبلية إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية المستقبلية الأمور تنصرح لكن هذا الدكتور مرسي رمى الكرة في ملعب الوزير وقال له دبر أنت للمعلمين وسكتهم والوزير يعمل إيه وخاصة ولم أقدرش يدبر أكثر من مليار زي ما قلت مليار و300 مليون جنيه ده اللي قاله الوزير يعمل إن نحن في حاجة إرادة سياسية تبحث عن تمويل حقيقي للتعليم ونحن لسنا دولة فقيرة وعندنا الموارد وأنا كتبت أن هناك أكثر من 11-12 مصدر نقدر نجيب بهم فلوس للتعليم ولكن لا أحد يستجيب لدينا أموال العصابة اللي بقالنا داخلين على سنتين في الصورة وعملين يقولون مليارات 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 ولم تتحرك لجنة واحدة للدول الأوروبية تقول لهم قلونا الفلوس اللي عندك أدئيه قلونا نحن عايزين نسترده نسترده هزاي عايزين أي أحكام عايزين أي تقارير عايزين أي إيه عشان هذا لم يحدث عندنا ضرائب البورصة عندنا ضرائب القيمة المضافة عندنا السندق الخاصة عندنا إعادة هيكلة الأورور في وزارة التعليم عندنا معونات أجنبية بتيجي للتعليم تتحول لمشروعات الناس ستكسب بيها من غير ما تدخل عندنا إمكانية أن الأغنياء يدفعوا تكليف أولادهم إذا كان لم يعد أجر 50 و60 ألف في الشهر لم يعد أجرا نادرا فإهل مانع أن هذا يدفع تكليف تعليم أولاده عشان ما يزحيمش ابن الفقير على فرصة تعليم عندنا إمكانية أننا نستريد فلوس الدروس وخصصية وندخلها جوى المدرسة أنا لو إديت أولادي بعشرين ألف جنيه درسي في سنتين أنا كان يبقى أحسن لو ضفعتهم للمدرسة وتعلموا جوى المدرسة تعليم بجد لدينا بس يردوا علينا وزير المالية يطلع يقول أنتوا بتاعتر بها ما تفهموش في الكلام ده تعالوا إحنا نفهمكم وده ينفع وده ما ينفعش الحقيقة أن في مشكلة حصلت أو أثارت الفترة اللي فاتت وهي أنه كان فيه تصريح لدكتور إبراهيم غنيم ليعلاقة بالكتب الدراسية وحارتك عارف أنه خلاص أيامه هتبتدي الإسألة الدراسية الحقيقة أنه قيل في التصريح أنه كتب الدراسية متوفرة في كل المدارس وأنها ما لهاش علاقة بدفع المصروفات يعني أي طالب أو أي وليه أمر يقدر يروح المدرسة ويأخذ الكتب الدراسية الخاصة بابنه أو ببنته حتى لو ما دفعش المصروفات راح أوليها الأمور والمدارس حتى اللي دفعيني المصروفات الكتب المدرسة لحد النهاردة ما وصلتش المدارس فالتخبره ده والكلام اللي حاصل ده حالتك شايفه إزاي أو بتحلله إزاي يعني ليه تصريح زي ده يصدر وإحنا مش متأكدين منه وعارفين أنه مش حاصل ليه؟ أنا أظن أنه ممكن تبقى فيه أسباب متعددة ممكن فيها مثلا إنه ده تهدئة للرأي العام وإنه لازم التصريحات تكون وردية ما عندناش وزراء بيقولوا ما إحنا حالنا مني البنيلة مش ممكن تلاقي وزير الصح هيقول المستشفيات ما فيهاش دواء وما فيهاش دم وما فيهاش شاش إنما كله هيقول لك لأى الأمور كويسة وتحت السيطرة وبالشكل هذا فربما كان هذا الحاجة الثانية مهمة إنه ربما عندنا ناس بتدي تقارير مضروبة آه وارد بتوعي طبعة الكتب والمفاتيشين وارد وكله تمام يفندم وهو ما كيش أي حاجة تمام وارد كمان نحن لدينا هيكل تعليمي قد خمس دول عربية إحنا عندنا في التعليم 18 مليون تلميذ ومليون وخمسمائة ألف معلمين يعني 19 وشوية دخلنا على 20 أدي خمس دول خالجية وبالتالي يعني أنا ضد مثل هذه التصرحات اللي بتعمم على الكل بهذا الشكل أحيانا يحصل أن يكون هناك فساد يبقى هذه التأرير مزبوطة والكلام مزبوط ولكن هناك في المطابع من يتعمد تأجيل اتباعة علشان الكتب الخالجية تتباع وربما هناك من يتعمد عدم نقلها علشان يكون وده يعني يعني عانينا منه كتير أيام ما بدأنا نتكلم عن الكتب الخالجية طيب في الحالة دي بقى لازم نكون بنتابع ولازم نكون بنتأكد وإذا ده حصل يبقى إحنا مقصرين بالضبط مزبوط طبع يعني مش هنبرر التأرير الغلط ومش هنشوف إنهي دي الحال ومش هنعظر علشان فيه تأرير غلط جي لا لو جالي تأرير غلط وأنا ما بتبعش بنفسي أنا مقصر بالتأكد نحن في عهد جديد نحن في عهد لا يستطيع أحد إنه يعني يداري على حاجة ما بقاش عندنا سلطة سياسية تستطيع إنها تسند واحد مقصر ومرتشي وفاسد وبالتالي المفروض إنه كل وزير يتحمل مسؤولية وزارتهم حقيقة المعلمين كمان عندهم مشكلة تانية يعني يمكن فيهم أجزاء في أجزاء في أجزاء مشكلتهم متضخمة جدا لكن أهييي ultimately sì معهم لشي影片 الدروس الخصوصية في مواد ما فيهاش دروس خصوصية تربية الرياضية مثلا ليهاش الدروس الخصوصية بحركات القصائية المدرسين اللي بدو دين بس أو العرب بس accord بالبتدائي الناس دي مع عندهاش دروس خصوصية تعمل أيه وأيه حلهم في ur الخمسينات الملك فاروق صلح الياخت بتاعه خمسين ألف جنيه وده كان مبلغ يعادل يعني بأسعار دلوقت حوالي خمسين مليون جنيه فالجريدة من الجراد السورية صورت الناس عايشين ازاي وحفيين وقعدين فين وعملوا جورنال كله صور ومكتوب فيه رعاياك يا مولاي المعلمين حالهم صعب قوي أنا أسمع من معلمين أنه بيعمل قدرة فول ويصحى الساعة أربعة الصبح يطلع على المحطة يبيعها وعلى الساعة سبعة ونص يكون خلص أو ما خلص يرجع يلبس هدومه ويروح المدرسة أعرف معلمين بيشتغلهم انفار بالأجرة ويبقى التلميذ اللي أنا أشخط فيه أنا كمدرس الصبح يجي يقول لي تعالى احنا عندنا نقلتين سباخ أو نقلتين رتش الفلاحين يعرفوا الحاجات دي وتعالى عشان تنقلهم أعرف معلمين بيجيبوا سنادي فيها شيبس وفيها كلام فارغ من ده ويبقوه أعرف مدرسين بيجيبوا الحاجات دي يبقوها جوه المدرسة أعرف معلمين بيعملوا طربيزة بنج بونج أي حاجة قدام البيت أعرف مدرسين بينزلوا سلك ويحطوا جهاز تلفزيون عشان يعملوا أتار للعائل اللي رايحين وجايين هذا هو حال المعلمين وإذا كان الدكتور مرسي مش هيستجيب لحال المعلمين فأنا يعني أتنبأ له بمصير سيء ممكن المعلمين يكملوا إضرابهم لحد بداية العام الدراسي وانطلبت رح ما تلاقيش مدرسين في المدارس المعلمين معتصمين في القصر العيني بس بعد ما فاتحهم المرور عشان هم وطنيين وزي ما أنا قلت مش بيهددوا حد ولا بيهددوا حاجة فهم معتصمين بيدوا أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم وبيهددوا بالإدربة عن الطعام أيضا ربنا يستر ربنا يستر ما عندناش حاجة نقولها غير كده دكتور كمال مغيس البحث التربوي بمركز البحوظ بشكل حياتك على وجودك معنا وإذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع الناس دي لها حق والناس دي لازم يكون فضل عايزة أقول جملة في الآخر لأنه يعني ناس كتير يتكلمت دلوقتي حوالين أنه هذا ليس موقفا وطنيا تعطي للدرسة ليس موقف وطني وأنا كولية أمر ما عندي الزائم ما لدي الزائم بأن ابني يروح المرسة ما ليش مدرسين أو ما يتعلمش أو كده وأنه هذا موقف ضد الوطنية وأنا بقول أنه هذا هو يعني واحد من أنبل المواقف الوطنية للمدرسين أنه يعملوا إدراب عشان مستقبل تعليمنا ومستقبل وطننا أما ولي الأمر اللي يقبل أن أنا أدرس لابنه الصبح وأخر النهار يلاقيني ببيع منادي الكلينيكس في الإشارة وواخد ابنه وراجع يبقى دل موقف اللي مش وطني بشرح حياتك مرة تانية مشاهدينا يا رب دايما نشوفكم على خير ويا رب دايما احفظ لنا مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة